وسط شعارات المرشحين بقدرة تغيير مستقبل الكويت وأخرى لامست اهتمام الشارع الكويت ورغبته في الإصلاح إلا أن الطريقة للوصول إلى البرلماني وعر ولا بد من اتحاد النواب القادمين جدد أو سابقين لتحقيق طموحات الشعب التي كانت شعاراتهم بالنسبة للتركيبة البرلمانية نحن نحتاج إلى أشخاص قد يشكلهم مجموعات أو على قولتهم تكتلات طبعاً الأحزاب ممنوعة وفقاً للدستور وغير مصرح بها ولكن نحتاج إلى توافق بين مجموعة نواب لتحقيق أهداف يطمح لها كل الشعب الكويتي لا يمكن أن يكون هناك برنامج انتخابي أو تحقيق أهداف معينة بالقضاء على الفساد قراءات المحللين للمجالس السابقة تشير إلى أن البرلمان القادم يحتاج لأن يكون مجلساً متوافقاً لدفع عجلة التنمية للأمام كما أن تغيير بعض الأوجه مطلوب لتحويل أمال الشعب إلى واقع وتحارب الفساد أكثر ما قرك الشارع وأثاره هو الفضائح المالية التي بست قطاعات سيادية في الدولة وفضائح فساد بالملايين وبالتالي هزت ثقة المواطن في رقابة المجلس وقدرته على الحد من عمليات الفساد وأعتقد أن الوعي السياسي للناخب الكويتي سيتجه نظرياً وابتراضياً إلى اختيار نواب قادرين على مواجهة الفساد رغم تفاوت نسب التغيير في الانتخابات السابقة إلا أن الإنجاز لكل مجلس يعتمد على مخرجات الدوائر الانتخابية من ممثل قبائل وفئات وطائفة ومدى التوافق بينهم من الكويت شهد المتروك العربية